أما بالنسبة لنادي الزمالك فالجهاز الفني لفريق نادي الزمالك قرر تجديد عقد حمزة المسلوسي زاير أيمن الفريق وطالب إدارة النادي بالإبقاء على اللاعب في صفوف الفريق الأبيض علما بأن عقده ينتهي في نهاية الموسم الجاري ده بالنسبة لحمزة المسلوسي وبصراحة عامل أداء محترم وأداء جيد وأداء في شغل كبير جدا منذ عودة جسالد فريدة لتدريب الفريق حمزة المسلوسي نسخة مختلفة تماما عن النسخة بتاعة جسالد فريد لها طبعا كان الأداء كارسي كارسي أحمد مصطفى زيزو هيخضع الاختبار طبي بكرا إن شاء الله عشان يتم الاتمانع عليه ومعرفة مدى جاهزيته لمباراة برامدز اللي جاية يوم الجمعة القادمة زيزو كان اشتكى من كدمة في مباراة الفريق الأخيرة أمام الترجي التونسي وإن شاء الله هتبقى الأمور بالنسبة له جيدة كاد ما تقدر تلم أمورك يعني زيزو من أهم مش أهم هو أهم عنصر في تشكيلة نادي الزمالك وغيابه هيبقى مؤثر جدا في المباراة كبيرة جدا أمام فريق برامدز كمان الجهاز الفني لنادي الزمالك أخيرا أخيرا يقترب كثيرا محمود حمد الوينش من العودة لتشكيلة الزمالك أكتر عنصر الزمالك خسره في فترة من الفترات في آخر عشر سنين هو التأثير اللي سابه بغيابه محمود حمد الوينش على تشكيلة الفريق بالكامل مش بس المنظومة الدفاعية الموضوع حصل فيه خلل زمالك حصل فيه خلل منذ غياب محمود حمد الوينش عموما الزمالك بيجاهز محمود حمد الوينش لمباراة برامدز لمباراة التراجي التونسي اللي هتكون يوم 7 مارس اللي جاي هو فريق شايف انه ما يتمش المغامرة به الوينش قدام برامدز عشان يبقى جاهز مية في المية في مواجهة التراجي التونسي اللي هتبقى مواجهة فاصلة وحاسمة في مشوار وأمال الزمالك في دور المجموعات أفريقيا كمان جزال فريرة المدير الفني لنادي الزمالك طلب تقرير طبي عن موقف أحمد فتوح زيل أيصل للفريق عشان يعرف ينفع يشارك في مباراة برامد زوالاء اللاعب عنده إصابة في العضلة الخلفية كانت عنده خلال أيام الماضية وفريرة عايز اللاعب ياخد الراحة الكافية ويرجع عشان يريح شوية محمد عبد الشافي يريح محمد عبد الشافي من المجهود الكبير اللي عمله الفترة الماضية كمان في نفس الإطار مجلس إدارة نادي الزمالك بيدرس تعليق صرف أي مكفاءات أو مستحقات مالية لللاعبين لحين تحسين موقف الفريق ونتائجه محليا وأفريقيا ولو سألتين رأيي لأكفاية يعني هو لعبة نادي الزمالك عانيت شوية بص أنا بقلقي على اللوم على جزء كبير من نتائج الزمالك في الفترة الأخيرة على عيبة نادي الزمالك بس عيبة نادي الزمالك كمان كان عندها مشاكل كتيرة في مستحقاتها المالية وسبرت برضو كتير فرأيي رأيي الشخص يعني ما هو أنت لما هتخصم منهم أو هتعلق مستحقاتهم هما مستوى هيئلة أكتر مش هيزيد يعني الموضوع هيبقى فيه تأثير نفسي تصوري برضو في الأول والآخر الإدارة الأعلم والعرفة التفاصيل كلها هما اللي هيبقوا صحاب القرارة بقول من برة شايف إنه ده ممكن يبقى مضر أكتر منه مفيد